أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية بارح تكلمنا كنا بنتكلم عن المدارس ودخول المدارس وعاجات زي كده وراح الكلام جيه على تخزية الأطفال وده مهم جداً لأن احنا ممكن نكون بنأكل أنواع أكل ما بتحقق شي الحاجات اللي محتاجها الجسم فيشرفنا يكون معنا الدكتور مجد نازيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الإخزائية وهو يعني كان شرفنا ببرنامجنا أكتر مرة وبنسعد بيه جداً دكتور مجدي مساء الخير مساء الخير يا فندم أهلاً بيه كمان إزاي حضراتك الله يخطيك تسلم تسلم محمود بيه عايزين بقى نشوف الولاد طبعاً احنا بنتكلم على كل الفئات الولد لازم يبقى بيأكل إيه عشان يقام بقى لنتبقى مناعته كويسة في مدرسة عشان خاطر الفيروس وباستثناء الفيروس عشان تبقى صحيته كويسة المفروض الغذاء المناسب للأطفال تمام ساعدتك خصوصاً عشان منعته كويسة زي ما حضرك تفضلت الكلام ده حقيقة كلام مهم تحتيه خط خلينا نقول حاجتين رئيسيتين أول حاجة أول حاجة إن أنا أخفف الحمل السمي أو الكيميائي اللي بيدخل أجسام الأطفال اللي هو يعتبر أحد مصبطات المناعة أو مستهلكات المناعة هذه الأحمال الكيميائية بتخش في أجسام الأطفال عن طريق الحلوة اللي بتباع في الشوارع السناكس اللي هي بتخرفش وسطها جميل وطعمها حلو وبتشخلل وكل الكلام اللي احنا بنشوفه سواء موجود بيتباع في الشوارع أو في كانتين المدارس ودي برضو نقطة خطيرة أو الأولياء لأمور نفسهم هم اللي بيجملوا أطفالهم ويشتروا لهم الحاجات دي دي بتضيع لي خمسين في المئة من قدرة الطفل المناعية يبقى مش اللي أنا ببني بالشمال أهده بلي ياها بتضيع من المناعة بالزبط لكل الكياس الورق داية اللي بقى فيها بحاجات كتير قوي عليها إضافات كيميائية ساعدتك لأن أي مادة غزائية مرت على مرحلة تصنيع جه عليها إضافات سواء إضافات بغرض الحفظ عشان ما تبصي بغرض قدم التزنخ عشان ما تكمكمش سواء بغرض التلوين سواء بغرض اكتساب النكهات والطعوم سواء بغرض تحسين القوام والمستحلم سواء 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 هذه الإضافات الكيميائية هي عبقى على أجسام أطفالنا طيب وده نقدر نلحظه زي فاندم مقارنة بسيطة ما بين طفل اليوم وطفل 40 و50 سنة وراء الكفاءة اختلفت قدرة الطفل حتى في الجاري واللعب مع صحابه قدرته في الهدوء وقدرة على التركيز لأن مش الشعنانة هي مؤشر على الكفاءة بالعكس لأن برضو الدراسات وضحت أن هذه المركبات الكيميائية والإضافات الكيميائية التي تحطها على الأغذية أحد أسباب هيبارة الأطفال إذا جاز التعبير ودي شكوة كتير من أولياء الأمور لما بالراحة بالراحة دكتور مجدي الحطة دي عايزك تقول هلي بالراحة كده حاضر يا فاندم يعني إيه بالراحة خلينا نقول لأولياء الأمور سؤالهم المستمر اللي ما بيدوروا على إجابات ما بيلقوهاش بنقول لهم ببساطة حاجتين رئيسيتين هم السبب اللي وراء شعنانة الأطفال النهاردة هيجهم الأم تشتكر حضرتك تقول لك ده ما بيهمتش ما بيحودش تساكن مش عارفة فيه إيه وهكذا الحاجتين الرئيسيتين هم نمرة واحد الإضافات الكيميائية اللي داخل الأغذية اللي بتخش جوه أجسامهم مع الأغذية المصنعة وبإفراد نمرة اتنين التلوث أو الجرعة العالية من التلوث الكهرومغناطيسي اللي بيخش أجسام ويسيطر على أجسام الطفل وعلى المخ وجهز العصبي ناتجة الموبايل التاب اللابتوب اللعب على الوشات واللعب على الموبايل بالعشرة واثناشر ساعة في اليوم وكل دوة الأم بتقول لك ما وانا بيه طيب أنا حسر حريك سؤال أنا عندي فكرة عن إجابته بس أحب أن حضرتك تقول إجابته للناس فاضل حريك هتقول الكلام دوات حييجي وحد يقول لك ده أوروبا وأمريكا اللي هم صنعوا الحاجات دي والحاجات دي من عندهم يعني هم مش خايفين على عيالهم لا يا فندم هم بيحسنوا استهلاكها إحنا بنسيء الاستهلاك التقنية هم بيعملوها وبيحطوا لها سيستم في التعامل معها إحنا بناخد الشيء وبنغض البصر والسمع عن الشروط والأصليات في التعامل مع الشيء وده يمكن يخليني وأنا شاكر جدا لحضرتك للجزئية دي تحديدا بتوضح لنا حاجة برضو بسيطة الأغذية صبقة التصنيع اللي موجودة والمصانع اللي بتنتج أغذية المصانع يسمح لها الكوديكس اللي هو قانون دستور الأغذية العالمية تمام آه يعني سليمة 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 إذا ما استهلكتها صح أنا بكل أسف باستهلكها غلط الحاجات دي مصممة عشان الإنسان يستهلكها مرة أو مرتين في الشهر أنا باستهلكها خمسين مرة في اليوم الواحد هنا دي المشكلة آه يعني ممكن أبقى أدي أدي كيس من الكيس دي مكافأة لابني مثلا كل خمستاشر يوم بالزبطة فان كل أسبوع أخليه يوم الفاكيشن بتاعه كل الخميس مجرش أي عاجة إنما ما ينفعش اللي بيحصل فطار لحوم مصنع زي اللانشون وهو رايح المدرسة كيس من اللي بيخرفش في الفصحة ما يصاحش برضو زي اسميها غذية عشان بيبقى برضو وسط صحابه شكل اجتماعي مع الغدى طبيق بمكعبات مرأة بعد الغدى طب وبعدين ونقعد أحمل 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 كيميائية وبعد كده أرجعش تجي أقول إن مر شهر على عيالي معيوش أقول فلوسي حلال أنا السبب أنا اللي مش عارف قدير حياة الطفل طب تعالى ندورها بقى دورها لهم يا دكتور تمام تمام أنا بشكر حضاك جدا على السماح لي بالجوزية دي خلينا نقول لأولياء الأمور من فضلكو اعتبروا إنه هو يوم واحد أجازة في الأسبوع غذائيا يعني بالعربي اليوم دوت ممكن قواعد يجب أن أتزم بيها لأنه عادي طفل بنشاقه عندي مستوى قصر وجوه المجتمع لأن مرض كل فرد هو عبء إجملا على مجتمعي عندي قدرة على التحصيل أنا حتى أتوفر في الطفل اللي معايا يبقى ما عادش بإيدي إن أنا أسيب السايب في السايب زي ما بيقولوا يبقى نعمل إيه هكسر في القعدة كنوع من أنواع إن ده بقى فسحة كده أو ترفيه إنما أنا عندي التزام بموعيد الصحيان والنوم لأن في حاجة اسمها ساعة بيولوجية لازم أبتدي أحترمها أو أرعيها لأن لو ما احترمتهاش مش هتحترمني ده عندي حاجة تانية عندي احتياجات جسمي محتاجها مني وظايف جسمي بيطالبني بيها علشان يأديها لازم أنا أديله الثلاث أبعاد اللي أقوله إنه يقدر يشغل الوظايف دي أول حاجة منح الطاقة وأول حاجة منح الطاقة وهي الأغذية اللي بتملح الطاقة عندي دهون عندي سكريات عندي نشويات النشويات أأمنهم ولازم نفهم دي كويس الدهون بتدي طاقة السكريات بتدي طاقة النشويات بتدي طاقة بس فيه حلو وفيه أحلى وفيه الأحلى فخلينا نقول إنه أنا بتعامل مع أفراد مرحلة حساسة يبقى لازم أراعي كل حاجة فيها أدي الأحلى أو بلغتنا كاغذائين الأأمن يبقى النشويات عيش أو رز أو مكارونا أو عجاين المتاح عندي جوا بيتي في كل وجبات طفلي محتاج الطفل محتاج ينمو إذن هو محتاج بروتينات محتاج كمان لتكوين لدعم المناعة تكوين هيرمونات والبروتين يدخل بصورة رئيسية في تكوين هيرمونات يبقى لازم يكون فيه مواد بروتينات المواد البروتينية أنا بجيبها منين؟ أي نوع من أنواع اللحوم بكل ألوانها حمراء أو بيضة البيض الألبان وكل منتجاتها كل أنواع البقول كل الأعضاء الحيوانية الداخلية يعني ساندويتش الفول هذه ساندويتش الفول أنا كده خدت المواد الطاقة وخدت البناء فتت العدس لحوم ومعها رزة أو مكارونا أي حاجة اللي موجود عندي عندي البعد التالت اللي هو بعد سلامة العمليات الحيوية يعني إيه سلامة العمليات الحيوية؟ يعني من غير ده الجسم مش هيتبني من غير ده الجسم مش هيعرف فيها خنطقته ما قدرش أقول البعد التالت ده بتاع المناعة لأن كل دول المناعة سلامة العمليات الحيوية يعني بناء صح نظر صح قدرة على التركيز صح أداء وظايف صح سمع صح عصبي صح عشان عشان يفعل ويفعل وهو ما عنده سيطرة على أفعاله الكلام ده بنشوفه كتير جدا جدا طب الطبق ده أجيبه منين؟ طبق الصلطة الخضرة خماسي الألوان كل ما جمع ألوان أكتر كل ما باخد مضادات أكسادة مضادات أورام مضادات صلب شرقين كل ما باخد مدعمات للمناعة كل ما باخد كذا كل ما باخد كذا كل ما باخد مضادات اكتئاب وخلينا بعد إذن حضرتك نقول للمشاهد ليه النهاردة الاكتئابات زادت عند الناس لأن ببساطة شديدة ما عادش حد بيأخذ لا ده خلينا بقى ده دكتور نعمله حلقة لوحدة الاكتئاب والطعام ده ده موضوع لطيف ومهم تمام فجد تمام يبقى ببساطة طيب بنتكلم عن الطبق بقى الطبق الطبق دوت وهو طبق الصلطة الخضرة مجموعة الخضروات الملونة كل ما لون طبق الصلطة الخضرة بتاعي كل ما يكون أفضل لون أحمر لون بنفسيجي لون كرومب لون برطواني الجزر لون أخضر جرجير أو بقدونس لون أبيض البصل والتوم لون أصفر الخص واللمون كل ما لون كل ما يكون أفضل يبقى أأكل بالشكل ده طفل مراهق حامل مرضع كبير سن كل واحد على الأقل وجبة في اليوم أحقق فيها ده بقية الوجبات أدي مواد الطاقة حسب اللي عندي أدي البروتين وأي مفرد من مفردات الطبق الثالث طيب هو دايماً إحنا عارفين الحكاية ده من زمان يقول لنا طبق الفول زي حتة اللحمة بالزبط أفن فبنقول لكل الناس على كل المستويات اللي قادر يقدم بروتين كل يوم قويس صح صح اللي مش قادر فيه بدائل اللي هي الفول اللي هي البيض بالزبط تأدي نفس الغرض بالزبط الحمص كل واحد بس فيه شرط إن الحاجات دي تبقى كلها موجودة يعني البروتين مع النشويات بالزبط لازم تبقى الحاجات كلها مش اكتافي مثلاً بلحمة بس لا تمام فند لازم علشان أنا أحصل على تحقيق وظيفة معينة ده كل بوريتنج وارك التغذية أو الصحة عمل تعاوني ده مع ده مع ده بيحقق لي الدور أو الوظيفة مفيش عمل فرط في التغذية وعلشان كده بنقول الجوزية بس اللي حداك تفضلت بيها وأنا شاكر جداً طبعا حداك ثقفتك عالية للغاية البروتين الحيواني اه دي حقيقة البروتين الحيواني يمكن أن يؤكل لوحده ويؤدي وظيفته كبروتينات إنما البروتين النباتي لازم أدمج ما بين البقول مع الحجوب عشان يحقق لي الأحماض الأمينية الأساسية التمانية اللي ما ينفعش الجسم يمتص البروتين من غيرهم فك بقى العبارة دي فك العبارة العلمية دي لعملي حاجة نفهمها بمثل يعني جميل قوي عندنا على سبيل المثال وخلينا نتكلم رجل الشارع أو المستوى الاقتصادي المنخفض حبته طبق الكوشة اللي بتاعنا وهو الوجبة المصرية الأديمة التقليدية الرئيسية اللي هي وجبة الغداء طبق الكوشة اللي أما نشوف تركبته نلاقي نوعين بقول العدس والحمص مع نوعين حبوب بالضبط فقط بس كبروتين قبل الامتصاص نوعين بقول مع نوعين حبوب الرز والمكارونا يبقى كده حقق لي البروتين الكامل اللي يمتص وأصلاً نوعين حبوب يعني نشا أدي مواد طاقة بس عبنا إن إحنا حولنا الوجبة الرائعة الصحية للغاية دي من نعمة إلى نقمة بدل ما كل معها مفردات صالة خدرة بحط عليها دق ضيعتنا بوزنا 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 خالص بوزنا خالص أه وبكل أسف وأنا بعملها قد مراعيش الاشتراطات الصحية في العمايل صص الطماطم اللي أنا بعمل به أي ما دخله في الشغل ممكن يكون يعني لو بيعملها غيري ممكن يستخدم لي طماطم مش نضيفة قوي ولذلك في بعض تبقى دي كترسة تانية تبقى دي كترسة تانية وعشان كده بنقول أولياء الأمور من فضلك وحضرتك رايحك جيبي أعيالك من المدرسة مفيش داعي إن وانت مع الدية أمي مرة على محل الكشري عشان الأعيال شابطانين فيه لا اعملي يولهم في البيت قبل ما تخرجي تفرق معنا كتير أما نعمل لطفلي أنا هنقيله طماطم نضيفة مش طماطم فيها عفن يعني أفلة توكسنز سموم فطرية تعمله مشاكل في الكبد ونرجع بعد كده نشتكي ولا أشعر بها في تزوق الطعام خالص في حاجة برضو سؤال كده أجيب في ذهني يا دكتور أنا بحاول أجيب ممكن تبقى الأسئلة برضو تجي في ذهني المشاهن تمام سعاد فيه مثلا بنعمل رز كل يوم أيفان جميل هل ده بيقدي نفس الغرض والله صح إن أنا غير من رز ومكارونة وبعدين حاجات زي كده هل ده مفيد للجسم جميل جدا افان هو طبعا شيء رائع التنوعية لأن الرز نوع من أنواع الحبوب المكارونة نوع من أنواع الحبوب بس حبوب أخرى وهي الأمح وما ننساش أن القمح هو سيد الحبوب حنا عندنا أربع أنواع في الحبوب الأمح الشعير الرز الدرة الأمح طبعا سيدهم ليه لأنه متعدد الوظائف فمجراش حاجة يوم يبقى مكارونة يوم يبقى رز ويوم أخلي الوجبة خبز وهكذا قد إيه الكلام ده مهم جدا إنما مهم الجسم ليش لمجرد التغيير يعني مهم الجسم مهم الجسم لأن المكونات كل غزاء له ما يميزه داخله ما فيش غزاء بيجب الباقي وإلا ما كانش ربنا طلعه جاء السلام تمام يا دكتور أنا عايز أكتلم معك أكتر من كده بس إن شاء الله عندنا إنت حضرتك قلتنا إن فيه موضوع عن إنتج غزاءك دعوة لده وكنا بس عايزين سؤال دلوقتي ممكن بالنسبة لدخول الشتاء ممكن نشجع المناعة كده ونخليها تستيكز وتنشط وبعدين موضوع الإنتج غزاءك ده مع الاكتئاب بسبب الغد الأكل ممكن نخليها الإسبوع جاي إن شاء الله تفضل يا دكتور تمام سعادتك إحنا دك مقبلين على الشتاء خلينا نقول للناس اعلم إن وجبات شتاك زي وجبات صيفك زي وجبات الخريف زي وجبات الربيعة ما ينفعش أقول أنا داخل على الشتاء يبقى لازم أعلي البرتقان ومش عارف إيه علشان فيتامين سي طب والصيف أما ما أخدش فيه فيتامين سي هيبقى عادي كلام ده مش مظبوط والدليل على كده بنقول المشاهد اعلم إن احتياجك لفيتامين سي في الشتاء هو أقل من احتياجك في الصيف ده إذا جاز التعبير لأن ببساطة شديدة ربنا أما جاب الجوافة في الصيف حط فيها 270 ميلي جرام فيتامين سي في كل 100 جرام أما جاب البرتقان في الشتاء حط فيه 60 ميلي جرام لكل 100 جرام ده مش دليل إن أنا محتاج في الصيف فيتامين سي أكثر من الشتاء إنما دليل إن فيتامين سي مش للبرد لا هو لدعم واحد من جيش كبير من المغزيات التي تدخل في دعم المناعة أنا محتاجها الصيف ومحتاجها الشتاء بنقول للمشاهد من فضلك احرص على تكامل وجبتك وتوازنها يعني ما ينفعش أجيب خمس ترغفة مع أرصين طعمية ما ينفعش ليه ده أكل حلوة أولا دكتور ده أكل حلوة أولا يبقى أرصين طعمية أرصين طعمية مع نص سرغفة مش مع خمس سرغفة معليش فرع جامد ووطي الباقي هتفرق كتير كنا زمان بنقول الوجبة المتكاملة الوجبة المتكاملة اتضح إن لا ده غير تكامل الوجبة لازم أراعي توازنها نسبة ده إلى نسبة ده قد إيه؟ عشان كده التغذية لم تعد طرفا هي النهاردة أصبحت ضرورة إن الناس تفهم كيف تأكل قد إحنا بمتعرضين عالميا لمواقف بنحتاج فيها دعم المناعة جيدا عشان كده بنقول للمشاهد من فضلك نمر واحد قلل كم السموم اللي داخل جسمك أي بس إجابة حضرات جديد تعني إنه لو جبت ست طعميات أقول لها برغيفين أه مظبوطة فندم هل كده أنا بعملت التوازن؟ لا ست طعميات ممكن رغيف أو رغيف ونص ما كترش جرعة على جرعة على حسب جرعة أخرى وهي بالعموم ساعاتك بتختلف كمان على حسب حجم الطعمية طعمية السوق قد كده طعمية البيت النظيفة قد كده وهكذا فهي توازنية دكتور أنا بشكر حدك ألف شكر وإن شاء الله أنا حستعد لموضوع الاكتئاب والأكل لأن ده حاجة مهمة لأنه الإحصائيات بتقول إن عدد كتير جدا وطبعا أنا عندي معلومة بسيطة عن أن الأكل علاقة بالموضوع فبس هي أنا أقرأ ألف شكر دكتور مكدينزي ألف شكر حدك شكرا جدا شكرا دكتور